مطالب الفلاحين مطالب الفلاحين مطالب الفلاح أحسن مطالب الفلاح زي ما هو مطالب الفلاحين مطالب الفلاحين مطالب الفلاحين مطالب الفلاحين مطالب الفلاحين وفي خلال فعلا 24 ساعة كان الفلاحين بيصرفهم الفلوس الوزير اللي موجود راجل في صف الفلاح زي ما رئيسه الوزراء في صف الفلاح زي ما رئيسه الجمهورية في صف الفلاح يعني أول ما عملنا موضوع التأمين الصحي أول من بغضر بيور الدكتور عادل البلتاجي وأعد مع الدكتور عادل العدوي وعمل فعلا القانون وده يوم عيد الفلاح في القارة الجمهورية أصدر بقانون نفس قصة قابلنا الدكتورة غدا والي وكان موجود الدكتور عادل البلتاجي والدكتور عالي اسماعين والدكتور سعد نصار وهي عايزة تعمل قانون المعاشات بتاع الدولة بالكامل ففعلا ردهم وقالوا لها ما ينفحش احنا عايزين نعمل القانون بتاع المعاشات للفلاحين لوحده عشان يقدر ان احنا ندرسه معاكي ونودي المجلس والوزر يتصدق عليها عشان يطلع المقاري الجمهورية لفلاح لان الفلاح بياخد 65 على 65 سنة يعني بيموت فاصبح دلوقتي خلال 60 سنة والدولة تتحمل جز والجماعات التعاونية تتحمل جز والوزارة تتحمل جز والفلاح تتحمل جز يعني المعاشات بتاع الفلاح يبقى 500 جنيه تمام وطبعا ضيت برضو من الحسنات بتاع السيد وزير الزراع جينا في موضوع السماد موضوع السماد طبعا انت كنت تعلمي ان السيد وزير الزراع خلينا جزء جزء ايه اه حلاك شايف دلوقتي انه يعني الفلاح احسن حالا لان مطال مبدأ يسمع لها يعني الاول كان مهما هاتا محدش يعني لا هاتا لمن تنادي دلوقتي في استجابة يعني حتى لو في مشاكل في مشاكل لكن في استجابة حضرتك شايفها انا عايز اقول لستك على حاجة اولا فيه مشاكل بس المشكلة اللي بتطارد وكل امانة على الدكتور العادي البلتاجي يعني الراجل بيخلصها تاني يوم وبينفذ الدكتور العادي اسماعيل خلينا مع كل مشكلة مشكلة كافة كلمتنا الاول عن القطن دي احدث المشاكل الناس ما كانتش عارفة القطن كان السعر بخص جدا فالدولة لأول مرة بتقوم بتعويض نقدي يعني بيصرف من خلال بنك التنمية والإتمان الزراعي هل فيه اي شكاوى فيما تعلق بصرف الـ 1400 جنيه هل فيه حد لسه بيعاني ما وصلوش هذا الدعم وإيه سبب المعاناة في الأمح دلوقتي هل فيه مشاكل في التسويق بص حضرتك الأمح حضرتك كان فيه الزراعة تعقودية وزارة التنمية اللي خدته 420 جنيه تمام الأمح دلوقتي حاليا فيه المساحات هتتزرع زيادة تمام إحنا بقى بنطالب طبعا الفلاح بقى عليه عبق جامد طبعا هما بيجرجروا في الفلاح عشان يوصروه لحاجة تانية إما الفلاح بتاعنا هو أصيل وما بيسمحش الكلام ويقولك أنا مع الدولة لأنه الأمن الغذائي للدولة والأمن القوم للدولة وبالتالي الفلاح ما بيسمحش للدولة يعني غلوا مثلا جي موضوع الأسمدة اتعامل عليها وزير الزراعة وهجوم على وزير الزراعة ووزير الزراعة ماله ما نبص المنبع اللي هو وزير البطول اللي هو بيدي الطاقة للمصانع إن فعلا السيد الوزير والدكتور علي سماعين والدكتور سعدة نصار واقول له آه فيه فساد في المكان الفلاني وفيه فيه فساد أو فيه كذا أو فيه كذا أو فيه كذا ثلاث شكاية الفلاحين بيتقولك يعني الثلاث شكاية مش هيقدم طيب يا سيد مش هيقدم نرجع بقى الزمان شوية كده ونجيب بقى للسمات بتاعنا اللي كنا بنجيبه اللي مؤخزة من الزراعة بتاعتنا بقى نزاعد بقى نساعد الحكومة لان دلوقتي المصانع عندنا مصنعين ابو اير وطالخة هم دول بتوع الدول المصانع التاني تشلم عليها الدعم فاصبحت الطاقة عالية افلت المصانع انا هجيب سمات منين وزير الزراعة عليه هو توفير الارض تمام ومعايا طاقة متعاون من وزير البطول من وزير الموارد المائية من وزير القهربة ده طعم كله هو ده اللي يعني مع لشي ده منظومة كلها بتكمل بعضها تمام فعلى هذا الاساس هو حد نقل الاسمدة بين المحافظات فطبعا لازم يتهاجم يا بميك جنيه طيب انا اخدها بميك جنيه بس يكون مت ايه متوفرة وللفلاح الغلبان اللي هو بيزرع هنا طالبنا الدكتور عادي البلتاجي في هذا الكلام قلت له يا سيادتك ننزل المشرف الزراعة على الارض نشوف مين اللي بيزرع انا عندي فدانين ومأجرهم طيب اللي بيأجر ده بيروح يشترم السوق السعودة لا ده نشوف مين اللي بيزرع وهو اللي ياخد الكيماوي ومن هنا اتحد موضوع السوق السعودة فعلا نسكين من حوالي 10-15 يوم عربية تقريبا في المينيا اسمدة فمعدش السماد فلازم الابطيرة لازم الابطيرة يحاربوا الوزير يحاربوا الدكتور لكن الاسمدة متوفرة دلوقتي موجودة بص يا فنديم اي جامعية بعد اذن ستك موجود فيها السماد وبعدين هم عملوا حاجة كويسة اوي 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 وده كان فكري عالي جدا جدا للعمل هذر المذكرة لكون الدكتور سعد النزل صار او الدكتور عالي سماعين واتعرضت على السيد الوزير اللي هو موضوع السماد اللي هو المدعم في قلب الجامعية معادش سماد حر يتضح فين في الجامعية لان كان الاول بيتباعه الحر والمدعم بمئة وستين يلا فاصبح دلوقتي في يد من حديد على الاسمدة وفي متابعة يوميا على وكالاء الوزارة وعلى الجامعيات وهو الوزير وإحنا عاديم معاه في الاجتماع بتاع المجلس قال بنفس النمط كده اللي هيسرق شقارة كيماوي هقطع ايدي شايف ان لجاند الرقابة دي كافية مفعالة ولا لسه في برضو عدم احكام في الرقابة على السماد او الفساد في مجال الاسمد أفندم بسادتك عندك ابن بيحبي مرة واحد بيقف مرة واحدة بيقف ولا بياخد ايه مش فترة فترة كده لغاية ما يقف لان انت بتيجي تخش في اي موضوع بتلاقي الاباطرة شغالين في الموضوع ضدك التشهير والكلام ده كله هل ما فيش اخوان مسلمين في الوزارة فيه فيه مفيش حاجة اسمها خلايا نايمة واذا تطلعوا واحدة واحدة كده بيطلعوا واحدة بيطلعوا واحدة واحدة في جميع الوزارات مش في وزارة الزراعة لما وزارة الزراعة يعني انا مش بقول عشان الوزير انا ما عندناش مصالح عند الوزير ولا مصالح عند حد انا عندنا مصلحة بتاع الفلاح لازم يكون الفلاح عند رضا فأنا ما بقعد مع السيد الوزير وأقول له الفلاح كذا هو بلاقيه مهتم بالفلاح أقسم بالله أكتر منني دعونا نتكلم عن علاقة الفلاح ببنك التنمية والاقتمان الزراع عشال علاقة دائما متوترة مع البنك هو عايز ببنك التسليف الزراع إذا زمان البنك محكوم بالبنك المركزي وبالقواعد المصفية تم معارضة السيد الوزير في هذا الموضوع لأن السيد الوزير عايز يعمله بنك الفلاح بنك للفلاح بنك للفلاح مش يستثماري لا بنك للفلاح وتم في معارضة جديدة جدا إنه يتنين زي ما هو كده والوزير مصمم في دماغه يبقى بنك الفلاح ومستميت لإن أنا سأله من أسبوع أو عشر تيام يا فندم عملت إيه في موضوع بنك الفلاح قال هيبقى بنك الفلاح مش هيبقى البنك بنفس الأسلوب ده عشان الفلاح ياخد حقه في بنكه ده بيته إحنا شغالين عند الفلاح إحنا بناخد مرتبات من الفلاح إحنا خدمين الفلاح وفيه طبعا لجنة متابعة جمدة جدا شديدة جدا جدا لاحستها على رئيس قطاع الهيئات اللغة الدكتورة عالي سمعين يعني ما ليش علاقة به يعني قوي يعني لإنه حتى هو كان ماسك هيئة التعمير كنت راح أسأله على موضوع كانت النقابة بتاعت الفلاحين عندنا أيام الحج محمد الله رحمه واخضى أرض فأنا رحت له يعني بقول له يا دكتورة عالي فيه كذا 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 قال لي ده غلط طوله شكرا ما شفتوش بقى من يوم هلا ما ميسي القطاع الوزيد فبقول له الوضع كذا 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 قال لي بقى الوضع تقنين كذا واحد اتنين تلات اربعة تمام لإنه طبعا زي ما بتقولي الواحد بيشتغل في خمسين اتجاه لخدمة الفلاح عشان النقابة ويوقف النقابة على يد من الحديد لمساعدة الدولة أنا مش معلش بعد إذنك الفلاح مش هيحارب الدولة الفلاح ده ما طلحش في الصوتين خمسة وعشرين ولا تلاتين كان بيأكلها فجاي دلوقتي هيلعبوا في دماغ الفلاح الفلاح لا الفلاح زكي جدا بس والعناية بتاع السيد الوزير على الفلاح بنقول لهم نقول للفلاحين أبهاتنا وإخواتنا احنا نصبر واحدة واحدة لإن الدولة معلش بعد إذنك الدولة كتضاعت دولة كتضاعت وتسلمت فأصبحت دولة دلوقتي جالها دستور جالها رئيس جمهورية إن شاء الله مجلس نواب ومناشد جميع الفلاحين على مستوى الجمهورية صوتك أمانة وديه للي يستحقه اللي هيقدر يخدمك في قلب البغلماء اسمح لي حضرتك كان لك يعني مشكلة فيما يتعلق أو مش مشكلة شخصية طبعا هي مشكلة الفلاحين اللي عندهم مأجرين أراضي من الأوقاف المصرية والتم رافع سعر الإيجار بشكل يعني مبالغ فيه قوي كانت من مية جنيه تقريبا كانت مية جنيه بقيت أربعة تلاف ألف جنيه بقيت أربعة تلاف طب نعرف المشكلة إيه ونعرف يعني حراك شايف حالها إزاي المشكلة حضرتك حضرتك حضرتها الدكتور عادي البلتاجي والدكتور عالي سماعين والدكتور سعد نصار مع السيد وزير الأواف يوم عيد الفلاح وحنا بنستقبل السيد رئيس الجمهورية تمام واتكلمت معاه قلت له يعني سادتك يا فضلت الشيخ مع الوزير الوضع كذا 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 بالنسبة لعرض الأوقاف كانت بقى ألف جنيه بقيت أربعة تلاف أنا ما جيش أرفعها مرة واحدة قال لي فيه ناس عليها فلوس بقى لهم خمس سنين وما دفعوش فلتقول لأ دول يطلبهم ويدفعوا الفلوس اللي عليهم إما إحنا ممكن نحنا نعمل حاجة لسادتك للفلاح وعشان الفلاحين ما يزهقوش ويعني خلاص يقولوا الدولة جاية علينا ما نخليها سادتك الألفين جنيه السنة دي والموضوع قال لأ لشك اللجنة من وزارة الزراعة ومن قابل عمل الفلاحين ومن الأوقاف الأوقاف فعلا الدكتور علي سماعين السيد الوزير أمر الدكتور علي سماعين بكتابة مذكرة بأقصى سرعة ودى الوزير الأوقاف لغاية دلوقتي مذكرتين اتنين باللجنة بتاع وزارة الزراعة عشان نقعد عشان نحل الموضوع ده الموضوع ده مخلي الفلاحين ما بيناموش الفلاحين ما بيناموش وبعدين بيقولوا في عهد الرئيس المشير المشير السيسي الرئيس الجمهورية احنا مش هنقامل حاجة بس احنا حرام كده فاللي بقى طلب السيد وزارة الأوقاف يعني يسمعنا وبطلب كمان السيد رئيس الوزراء لان احنا بنحطش كل حاجة على السيد رئيس الجمهورية لان فيه السيد رئيس الوزراء بيسمع لنا المهندس برهيم محلب بيسمع لنا فاحنا بناشد المهندس برهيم محلب محلب وبناشد وزير الأوقاف وان احنا نخليها بألفين جنيه السنادي رحمة بالفلاح والاقتفاع يبقى تدريجي ويتتاخد تدريجي عصد انت ساتك من تطلعي لأربح تلاف ايقول لك الأرض اللي جنب الأرض بتاع الأوقاف بأربح تلاف وبخمس تلاف طب يا عمي ما انت كنت بخمس تلاف وبأربح تلاف وانت كنت بتأجرب تمنمت جنيه وبسبعممت جنيه طب بدل ما تشبحهم مرة راحدة وتخليهم طول اليوم بالليل وبالنهار بيبكم طب وليه ما نخليها السنة دي بألفين السنة جاية بألفين ومتين السنة اللي بعدها بألفين ونص السنة بعدها بألفين ونص ما ناخدها تدريجي نرجو الموضوع ده يعني بقى قيد البحث اسمحنا بس نطلع تقرير ونرجع نكمل حدثنا مع حضرتك المنتدى العربي للمياه كان عامل مؤتمر عن تأثير التغيرات المناخية على الزراعة هنشوف طبعا نحن كلنا عارفين انه في تغيرات مناخية سواء في الحرارة أو غيرها من التغيرات اللي ممكن تؤدي للتصحر ممكن تؤدي الى تغير في طبيعة المزرعات كاميرا البرنامج كانت موجودة في المؤتمر ورصدت ابرز الاحداث هناك الى التقرير حيث هذا المؤتمر ونعود لاستكمال حوارنا مع الحاج أسامة جحش النقيب الفلاحي في دورته الثالثة استعرض المنتدى العربي للمياه الذي عقد بالقاهرة احدث الابحاث في مجال ترشيد استخدام المياه وتحلية مياه البحر بالاضافة الى مناقشة ملفات المياه وبؤر الصراع في العالم العربي يجب استخدام التقنيات الجديدة في ايجاد مصادر مياه جديدة يعني المسح العلمي الذي جرى هو ايضا بحاجة الى اعادة المسح باستخدام التقنيات الحديثة والاكتشافات الحديثة العلمية التي ظهرت حاليا هذا اولا ثانيا الحوكمة والادارة الجيدة لمصادرنا المائية هذا مهم جدا بتدريب العاملين على كيفية الاستفادة من هذه المياه التي اصبحت ندرة في وقتنا الحالي في بعض البلاد العربية كما قلت انا اعتقد ان المجلس العربي للمياه صار ضمير للامة العربية في المسائل المائية ونحن في منعرك الطريق باعتبار ان هناك مخاطر كبيرة جدا وعشان كده انا رأيت انها مناسبة في هذا المنتدى ان اطلق صيحة حتى ندرك اننا نستطيع بما عندنا من امكانات بشرية وطبيعية ان نعالج ازمة الماء والغذاء ولكن لا بد من توافر الارادة الموحدة والارادة السياسية اذا لم تتوافر هذه فهذه افكار جيدة ولكن لن تغير الواقع كما استعرض المنتدى اتفقات المياه في العالم العربي ومدى الالتزام القانوني بخصص المياه في العالم العربي واهم التوصيات التي اصدرها المنتدى في ختام اعماله ان شاء الله سوف تتخطى كل الدول العربية بالتفكير السليم وبالعقول الموجودة ان شاء الله وبالتوافق دميع الدول ان هذا مصير شعوب كلها هي اكبر من السياسة واكبر من اي شيء ثاني قطرة مياه تساوي حياة لذا من الضرورية الحفاظ على مصادر المياه وتنميتها والالتزام بالمعاهدات الدولية والقوانين لعدم خلق صراعات جديدة في مجال المياه احمد عيد مصر الزراعي عودة لحضراتكم مرة تانية ما زالوا يشرفنا الحاجة اسامة الجحش نقيب الفلاحين والحديث عن مطالب الفلاحين او مشاكلهم وطرق حلها والتعاون بينهم وبين وزارة الزراعة لاجادة الحلوم مناسبة لهذه المشكلات حاجة اسامة كل بداية شتاب يحصل ازمة اول ازمة سولر ازمة غازة عند الفلاحين هل السنادي انت حاسن سيكون في ازمة زيدي او في بوادر اي ازمات ولا شايف الموضوع حتحصل لا انا بالنسبة للأسمدة او بالنسبة للسولر اهل السولر ده التوقع بتاعه وزير البطول وزير البطول هو اللي هيقدر يقول لنا ما هوش وزير الزراعة ولا نين ده هو اللي هيقول انا عندي كمية سولر اتكفي اديه والمصانع بتاعتي هتنتج كما هو اديه وزير البطول اللي بيدفق الغاز وزير الصناعة مسؤول عن المصانع وزير الزراعة بيوضى بالارض كده عشان ايه الحاجات ده كلها يستقبلها اما دلوقتي ازمت سولر انا هقول وزير الزراعة معلش بعد اذنك يعني وبغض النظر عميل مسؤول لكن يعني فالحين بيحسوا ده من خلال حرط الارض الجرارات اللي بيستخدموها بتحتاج لسولر فهل هم عاشين هل في مشكلة حصلة ولا مفيش حالة احنا برضو بنطالب الدكتور عادي البلتاجي بالتدخل مع وزير البطول بالنسبة للسولر بالنسبة للفلاحين ان مثلا الفدان الارض عليه مثلا خمس صفايح او ست صفايح جاز يتعمل لنا بتاع ده كارت زكي الفلاح ياخده يروح يصرف به لان الفلاح ما يروح المحطة هناك بيبقى واقف في وسط بطوع عربية النقل وبتبقى حاجة ملهاش ده ممكن الكارت ده كمان يستخدم في صرف كل حاجة كل حاجة كل حاجة كل حاجة كل شيء كارت ده الكارت الزكي الفلاح يخش كده على محطة البنزيم يجيب بنزيم اللي هو محتاجه الصولر اللي هو محتاجه الاسمدة اللي هو محتاجها الحاجات ده كلها يبقى كده الفلاح بدأ ان هو ايه يرتاح شويق يرتاح اما الفلاح مستحمل ومستحمل ليه مستحمل لان هو شايف الدولة وهو هيجي بقى يحط فوق الدولة الوحيد اللي خايف على البلد هو ده لما بيجي بقى حد بيزرزع كده ويطلع يتكلم ويقوه محدش بيسمع له خلاص يعني مع يعني انا بقول كل واحد البلد سيبك من المصلحة الشخصية سيبك من المصلحة الشخصية نتجرد من المصلحة الشخصية وزارة الزراعة فهم خلفات طبعا النقابة عمل فيهم خلفات مفيش حاجة اسمها مفيش بس بقى فيها حاجة اسمها حاجة بقى نحارب هذه الحاجات التعامل معاكم ازاي طيب يعني كل الكيانات في الدنيا وكل الشغلانات في الدنيا بتسعى ان يكون لها نقابة الفلاحين مكانش لهم نقابة لغاية الثورة وبعد الثورة بقى شفنا ايه يعني سين من النقابات ما انا بقى طلب مهم بور النقابة بقى يا فندم ازاي كلكوا نقابة وحدة وحيدة هي اللي تعبر عن الفلاحين يا ست الكل اول ناس عملوا قانون لنقابة موحدة كانت النقابة العامة للفلاحين وقلنا عايزين النقابات بالكامل تبقى نقابة مهنية فلاح اللي يتكلم باسم الفلاحين اعمى اجلس ادارته معك ويبقى هو نقابة مهنية عشان يبقى احمر منظرنا كويس مش كل واحد بيطلع النهاردة بقول انا كذي لا لا انا بطالب ونازلة في المساء مبارح للدكتور علي البلتاجي بان النقابة نقابة موحدة انا بقول له ارجوك ان تبقى نقابة موحدة في الارض يعني باسرع وقت خلي الفلاح زي ما هو ثابت على الارض بل هيتغير الفلاح هيعف ان فيه واحد بيتكلم باسمه واحد خايف عليه مش خايف على اللو مصلحة ولا مالوش مصلحة معلش شي طب في النقابة يعني النقابة العامة تصوركوا ليها هل هي حتضم لان فيه فئات من الفلاحين فيه ناس مثلا مستأجرين فيه ناس عاملين في خدمات زراعية اللي بيلموا لدودة واللي بيجمعوا القطن وي 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 وفيه ناس اصحاب اراضي ازاي ممكن التفنيطة دي تتضمن في النقابة هي نقابة ما فيه عمال زراعة وفيه فيه نقابة عمال زراعيين وفيه نقابة عام الفلاحين وفيه كل نقابة الزراعيين وفيه نقابة يعني فيه نقابات كتير اول نقابات دي دي مشكلة كبيرة جدا دي مشكلة كبيرة جدا مش للنقابات الفلاحين بس ده فيه نقابات تانية عمالية كتير ده مشكلة مشكلة لنقابات النيابة كله بيجل غلط احنا عاوزين نتحط تحت طائلة القانون وطائلة نقابة واحدة دي هتخدم النقابة هتخدم الفلاح هتخدم كل حاجة طيب دلوقتي يعني الفلاح عنده مشكلة فيما هتعلق برضو ببعض الديون اللي كانت معه بنك التنمية واللي اقتمن الزراعيين عايزين نتطمن عليها وصلت لغاية فين كان فيه قرار كده متعددة باسقاط الديون لكن مش عارفين هل هي بتتم ولا هل فيه دلوقتي اي فلاحين محتجزين او محبوسين او خير ولا لا يا فندم بعد اذن ساتك اسقاط الديون دي يا فندم الفلوس دي بتاع مين يا فندم الدولة طيب هتسقط الديون ازاي يا فندم انا بسأل انا بسأل لا يعني انت دلوقتي الدولة يعني اتقالت كلمة من الغيص هل يعني احنا نستلف والفلوس اللي انا اخدها ناكل به هم ولا نعمل بها مشاريع نعمل بها مشاريع طيب الفلوس دل ما دلوقتي ما يكون عندي اربعة مليار ولا خمسة مليار واسقطهم هم للي انا اقوله اسقاط الفوايد هم لو عشر في يعني تسعين في المية من الفوايد تشيال والاسل يتقسم على ستة اشهر زي القرار اللي طلع من السيد وزير الزراع وبنشكر السيد رئيسي الوزراء والسيد رئيسي الجمهورية والسيد وزير الزراع في علام بالقرار بتاعي التعمير المتعثرين قال لهم خلوكوا رحمين بالناس دي المتعسرين دول والدهم انت ده 13 شهر بس عشان يتفاعل فلوس بتاع فلوس الدولة ما لما دفعت السيادتك دلوقتي وانت سيادتك ما دفعتيش الدولة هتجب من اين الدولة هتجب من اين وده رأي الفلاحين كلهم يحاجة اسامة يعني هم ووصل لهم الفكرة دي مفيش ولا فلاح لغاية دلوقتي في سجن تمام والسادة الوزير متك على رئيس مجلس قدارة البانك وبيجيب على طول اول باول يعني بيسأل بس احنا ندفع يعني مثلا اللي عليه 20 الف هو فوائد مترقمة هو بقى 11 الف على 6 شهر ندفع بقى يعني معا يخلص نفسه وقال لهم عارز بقى اللي دي حك علينا كلنا مرسي اللي دي حك على الفلاحين وخلى الفوائد زادت بالاسلوب ده كله مرسي لان قال اسقاط الديون عز بقى وكان بيسقط الديون فالفلاحين فرحت وقال لهم كملوا على الارض الزراعية كملوا معا انا على الارض الزراعية وبالمناسبة انا بقولها لكده والله قولي ان انا بهاجم في الجزيرة وبهاجم في كل حتة بتاع الدولة انا مش بتاع ما ليش شيء انا مع مصر ولا ليه ناقة ولا جمل واول واحد مسق النقابة العام للفلاحين وقال على المخالفات اللي فيها كتاني واتحد اي واحد وبمذكرة وصلحت اللي مكنش بستلم ارض سلمته كان ممكن اموت ممكن سلمتهم وبسلم وبعمل بميا وبشتغل ليه تفلاح غلبان ما قولي ما عالشي تفلاح غلبان وبالتالي يعني انا مش بقى رشيد بالوزير وبقول للوزير لا الوزير فعلا بيحسسنا واحنا قاعدين ان هو يعني احسن مننا فهم القضايا يعني طيب لو رحنا بقى الموضعات الري والصرف دايما عندنا مشاكل احنا يعني مصر انا كنت مع السادة زير الري من الاخ الدكتور حسام عندنا مشاكل فعلا في الصرف المغطر عايزة مليارات عايزة مليارات في ناس بلت على الصرف في ناس بسدوا الصرف فانا كلمتوا فيها لانه قلتوا الارض هتبقوا فقالها نمسكها يعني ايه واحدة واحدة لان دا عايزة فلوس ودلوقتي ما عايزة فيش الفلوس دي قلتوا انت قلتوا بلا حضرتك قلتوا لا يبقى الاترع والمصارف والحاجات دي كلها تنضف عشان الفلحة يوصل له المية لان المية ما بتوصلش الاترع في الاخر فعلا اتصل بيه وكيله وزارة الرايف الاسكندرية وقال له المية وسأل قدامي وقال اي مشكلة اعودوا عليها بسرعة مش هاجه انا بقى مالش بعد اذنك المشكلة اقول لا دا صفته دا نعته دا يعني مالش بعد اذنك وقال الوزير دا لو مفيش طاقم معاون ناجح الوزير مش هينجح رئيس الوزرة ما بينامشي الساعة واحدة الساعة اثنين بالليل رئيس نفس القصة مش هاجه بقى اقول بقى دا طين ما هي طبعا نتكلم في هذا الموضوع ونقول ونحمل 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 يبقى مش هنعدي احنا عايزين نعدي بالسفينة نكتبه ان انا ذا يحصل ان شاء الله وانا بشكر وجودك معانا ودائما منحاول نطل كده اطلالة على مطالب الفلاحين وعلى التعاون اللي بينهم بين وزارة زراعة بقدر الامكان عشان حل المشاكل عارفين ان في مشاكل وحتفضل في مشاكل بالتطرق في الطريق لكن المهم ان يكون في نية صدقة لمحاولة حلها بشكر حضرتك حاجة اسامة جحشن شكرا اللي حليك أفضل شكرا